موسيقى صباح الخير وأهلا بكم العالم غارق في الملف السوري الذي دخل بين ميدان الشام وسياسة فيينا مرحلة جديدة ولبنان غارق في ملف نفاياته الذي يسلك منح الفرز الطائفي والمذهبي ليقسم البلد فتفضح القمامة وساخة الواقع السياسي اللبناني حوار يوم يتابع المستجدات الإقليمية والمحلية مع العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون صباح الخير سنبدأ من الملف السوري وفيينا بالأمس كل الأضواء كنت متجهة لفيينا ليشوفوا شو انعكاسات الاجتماع أول مرة بتشارك إيران بيان ختام جديد وكل التحليلات اليوم بالصحف ما بعد فيينا ليس كما قبلها شو بس إيران أول مرة بتشارك لبنان كمان دور الأساسية كلهمية سيكون لإيران يعني وليس للبنان للبنان شارك وفعلا بداية نحن متوجه التحية لمعالي الوزير جبران بسير على الكلام اللي نحكي لابد من من التأكيد على الشي اللي نقال وهو وحدة الشعب السوري والحل السياسي والقضاء وهذا الأهم يعني مؤتمر بيننا إذا بدك تلصوا بكم كلمة أن الحفاظ على الدولة السورية العلمانية نعم العلمانية صحيح وهذه قصة مهمة كثير قبل ما نرجع لها فهن قتعت على ذلك الموقف الوزير جبران بسير من خلال كلمته لذلك كان كثير ملفت النظر الحفاظ على الدولة السورية العلمانية الحفاظ على أهلنا السوريين ووقف شلال الدم من قبل الإرهابيين والمخربين الوقف إطلاق النار مع الإرهابيين والمخربين واللي طبعا يعني صار متل معلوم أنه على أرض سوريا في بس إرهاب والتخريب ما في مهارضة معتدلة اليوم سمعنا أردوغان عم يحكي عن مهارضة معتدلة المقاومة إذن وقف إطلاق النار سيكون مع تركيا يعني هذا بدل أنه سيصل الجيش العربي السوري بعض القضاء على هؤلاء الإرهابيين والمخربين بواسطة أيضا الدعم الروسي ليعمل وقف إطلاق النار مع تركيا اللي حاوي كل هؤلاء الإرهابيين والمخربين لذلك بالشكل لم يبدأ في بينا بالشكل أول شيء إذا في مجال صورة المؤتمر إذا تنعرض يحيال هو صورة المؤتمر شفنا أنه في تقدم يعني في تقدم للمجموعة التي حريصة على سوريا تقدم من أي ناحية عم نشوف صورة بس من أي ناحية تقدم بالشكل شف لي هذا الموظف عدل جباروين آخر كرسي أبعد كرسي عن كاريو لفروف و دمستورة حطينه بالآخر هذا بالشكل على السعودين متصدرة لازم لاحظ و هون كمان بوجه التحيير لمقعد و لوزير جبران بسيل بالشكل يسبقهم كلهم صحيح هو أقرب هو بالنصف واصل واصل لا يصير عرف طاول أعلم أنه باللبنان كان في كتير جدل على مشاركة الوزير جبران بسيل خصوصا الكتائب و وزراء وليد جنبلاط كان عندهم تخوف من خرق النائب النفس من خرق النائب النفس شو بدت ترجع مكوعة من نحكي بمستوى عال بتنزلني لا كتائب وليد جنبلاط مين رح نرجع رح نخلص في فين ليالي الأنس في فين بعدها نرجع لك على ليالي الوصخ في لبنان طيب خلينا في فين خلينا في فين إذن بالشكل لاحظنا أنه هناك في تقدم واضح للواقع خلينا نقول الواقع السياسي الذي يطرح الروسي نعم بقيادة وزير الخارجي لأفروف وتراجع أو تخلي عن بعض الأمور من قبل المجموعة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية إذن الشكل ما شاهدنا ما فيه جبار قاعد على رأس الطاولة يعني زدتينه على الطرف وما بعرف إذا كان شيء أمير بدله وإذا كمان كان بزدته يمكن برات الصورة لو كان شيء أمير بدل الجبار بالإضافة يعني هذا الشكل قلينا نفوت بالمضمون قبل ما نفوت بالمضمون البيان البيان نفوت نشوف بالشكل أيضا لقنا فيه فعالية روسية كبيرة صحيح من خلال حتى من خلال المؤتمر الصحفي اللي نعمل بالآخر شوفنا بالشكل بعد نعم بحكي أنه هناك مثل ما بيقولوا بوشقة خلينا نستعمل الكلمة لفروف مبوشقة على ديمستورا وكيري أعلام الصحافي اهتمت بلفروف أنجل حكية مع كيري وأنجل حكية مع ديمستورا فيما يتعلق بالله صحيح الخطفين مشهد بوشقة المندوب العراقي كان له دور مهم رغم ما يتعرض له العراق اليوم كان له دور مهم حتى بيتنصيك بعض الاتصالات الروسية الامريكية شفنا المندوب العراقي له دور بارز بعمليات الاتصالات شفنا المندوب الإيراني المندوب الإيراني كمان كان له دور بارز في الدخول إلى بعض التفاصيل المعينة ومن ثم الاختلاق بكري من أجل الملف النووي والكلام فقط عن الملف النووي حتى نريح الشبيب اللي عندنا هون الدور الأساسي اللي شفناه كمان بارز وبوضوح هو استعادة مصر لدور إقليمي بارز في مكافحة الإرهاب وهذا الدور إذا بنلاحظ نحن وضعنا الدور المصري بالشكل مع المجموعة التي تتآلف أو تشكل نوع من اقتلاق ضد الإرهاب مع الروسي وذلك استنادا إلى استعادة مصر دور إقليمي بارز يرتكز بأساسياته على اللقاء استراتيجي بين الرئيس بوتين والرئيس الفريق عبد الفتاح السيسي بينما المجموعة الثانية عندنا تركيا سعودية بالصدارة بصدارة الاختلاف والخلاف بصدارة مثل ما بيقولوا بيجوا بآخر الخيل حتى بخلفية الخيل لنرجع للمشهد بالمقابل الوجه الآخر اللي هو المجموعة التي تأتمر تأتمر وتقاد من الولايات المتحدة الأمريكية لاحظنا أنه من خلال كري والمؤتمر الصحفي بالشكل أنه هناك تخلي أنه بده يخلص كري ويفل مشاكله بالولايات المتحدة الأمريكية ببداية المعركة الرئاسية اليوم بعد ما شفنا لقاءات الجمهوريين والانتخابات عم بتأكد أنه هذه المجموعة اللي استخدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية في مكان ما أصبحوا أيتام لا بديش وصل لك طيب وين قطر اختفت وستختفي اختفت قطر قطر مش مبيني مش مبيني كان فيه التعمل اجتماعات الدول ما بعرفش سموها الدعمة والمساندة لسوريا أصدقاء سوريا اختفت اختفى الدور الفرنسيوي أصبح بخلفية المشهد حتى ليفتن بارا فابيوس أول مرة بيقول محاربة جبهة النصرة كان عادتا يقول بس داعش فابيوس لأنه كان مشغول بابنه اللي لقته عم بقامر وصرق عامل اختلاص ضرب اختلاص بلاس فيجاس فابيوس مش فاضي مش فاضي لنا وسكران إذن فرنسا بخلفية الدور وهون بدي يلفط نظر بأننا ما ننتبه لي مثل ما بيقولوا خمود أو خفض مستوى التأييد لهولند بالداخل الفرنسي هو بالأدنى خلال من عامل وبدن نشوف في تلميع صورة لساركوزي جديد مش ساركوزي القديم ساركوزي جديد هلأ جاي على موسكو في وفد من الاتلاف من أجل الجمهورية اجا على سوريا واجتمع مع الرئيس الأسد إذن فيه تلميع دولي لصورة ساركوزي تمهيدا لوصوله إلى رئاس الجمهورية وأنهاء حالة الهولند والهبل الفرنساوي اللي استخدم بالمرحلة السابقة فيه واقع سعودي متدهور بسبب الأوضاع تبت سعودية اليوم عنده وضع قطير جدا داخلي بين صراع الأمراء بالداخل وهزيمة اليمن اللي بعدها عم تتفاعل بده يشوف أي خشب تخلص هزيمة اليوم لا هزيمة طيب بيظل كل هيدا المشهد اللي هو الصفت وعمل خلينا نروح للبيان الختامي بالشكل حكيت عن بالبيان الختامي عن التفاصيل بالبيان الختامي لافت أكيد أنه الوجهة النظر الروسية تقدمت والوجهة النظر أو التنازلات الأمريكية كانت واضحة بهيدا البيان ما جابوا سيرة الرئيس الأسد ما حكيوا عن تنحة ما حكيوا عن مرحلة انتقالية بمفهوم جناف واحد حتى ما حكيوا عن جناف واحد بالمعنى السعودية كانت راهن علي ما بعض في جناف واحد صار في فينة ولا خلاص في فينة خلاص تم الملفت للنظر بالبيانة التص second مثل ما قالت لك الأهم هي الدولة العلمانية نعم الدولة العلمانية اليوم قائمة الذي يحافظ على الدولة العلمانية اليوم هذه دقيقة جدا كلمة الدولة العلمانية من يحافظ على الدولة العلمانية في سوريا الرئيس بشار الأسد وأركانه والجيش العربي السوري الجيش العربي السوري العلماني الجيش العربي السوري العلماني الذي يقاتل في صفوفه السنة والعلوة والدرزة والمسيحة ويستشهدون الناس لا تعرف أنه فيه خمسين حوالي خمسين ألف شهيد بالجيش العربي السوري بيناتهم آلاف الضباط من رتبة ملازم إلى رتبة عماد من مختلف الطواف إذن من يحافظ على علمانية الدولة هو الجيش العربي السوري. أساساً، الولايات المتحدة من الفترة تقول أنه علينا الحفاظ على الجيش السوري والنظام بتركيبته. لمن لا يريد أن يسمع عن الجيش السوري. وكمان قال، سمعنا بين مدرأ الاستخبارات هالفترة أنه قال بالميزان لصالح الجيش العربي السوري. وهي المعلمين والذين يسمعون عنه. هؤلاء المعلمين يقولون هكذا، دعونا نرجع للبنوت. خلصنا من قصة علمانية الدولة والذين هي بند أساسي ويؤشر إلى الكثير من المؤشرات. ندخل إلى التفاصيل الثانية. وقف إطلاق النار. نعم. وقف إطلاق النار مع المعارضة أو من يسمونها المعارضة وليس مع المجموعات الإرهابية. على أرض سوريا اليوم، من؟ وين في؟ شفت لك شمعارض هان؟ بقلب سوريا؟ معارض معتدل. وين هن؟ على أني بقولوا الجيش الحر. وين الجيش الحر؟ أنا بقبل. حتى لما عم يتصل بوكدانوف اللي بيحب الجيش الحر هيك دائما بيجيب سيرته. بوكدانوف لما عم يتصل بالجيش الحر، وين عم يتصل فيه؟ عم يتصل فيه بأرض سوريا؟ لا، بالخارج. بيتصل فيه بلندن، بيتصل فيه هذا جيش حر، على أرض سوريا في كلها جماعات إرهابية، ومبارح أحد التلفزينات حطت معلومات مغلوطة عن أنه ماذا أحرز الجيش السوري وماذا أحرز الداما دي، كلها معلومات مغلوطة، بس اللي منيح فيها أنه ما حكيت كل المناطق اللي تحت سيطرة، الخارج سيطرة النظامية تحت سيطرة المجموعات الإرهابية. إذن وقف إطلاق النار بده يصير لما توصل قوات الجيش العربي السوري إلى تقوم الحدود التركية، وبالتالي وقف إطلاق النار بده يصير بين المجموعات الإرهابية اللي بلشت تدفوت على تركيا وتشكل تهديد أساس لتركيا، وبان الجيش العربي السوري اللي مسيطر على حدوده الشمالية. النقطة الأهم اللي بدي ألك إياها، هيدا المعلومة اللي إجت أنه في قيادات أساسية من داعش هربت باتجاه تركيا، وأخذوهم بالطائرات. هذه معلومات دقيقة، طالعة مش من، لأنه اللي زيعة هو الجيش العربي السوري، يعني البيان من الجيش العربي السوري، ولكن هيدا المعلومات جاية من غرفة العمليات الاستخباراتية المشتركة، المشتركة، روسية، إيرانية، عراقية، سورية، وأنا ببشرك كمان، وبكل الأيام بتثبت أن هذه الغرفة العمليات الاستخباراتية بدأت تكبر، أنا برأيي سيكون هناك ضابط لبناني، سيكون هناك بوافق لبناني يفوت بهك حلف؟ لا، هذه موافقة إرهاب، سيكون هناك ضابط مصري أيضا على مستوى عالي، وضابط أردني، يعني اليوم نحن قريبا بس الأردن ليكون مشارك، لا بالعكس، القوات المسلحة الأردنية يخذ دورة في الفعال اليوم بإغلاق الحدود الأردنية، وعن نشوف النتائج على صعيد جبهة درعة الجولان، حتى قطنة، يعني عم نشوف التغيرات والمتغيرات في هذه الجبهة، وما ننسى أنه مبارح كان في دعم مباشر روسيا بجنوب سوريا، للمرة الأولى، لذلك، 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 الوقف طلاق النهار اللي تتحكي عنه، دقيق، سيكون على التخوم التركية السورية، بس غريب عميد، بعدها كثير متفائل يعني، كأن الأمور شرفت على النهايات أو على الحل، أو بداية الحل، وعادل الجبار بدأوا يطلع على المريخ، لا، نحكي سياسي، لا، نحكي سياسي، تصريح وزير خارجية السعودية أيضا، طيب، وزير خارجية السعودية، وإذا كان وزير خارجية السعودية، بعدها لا تنسلع فيه، بدنا نشك بكل واحد من المسؤولين بروزارة الخارجية السعودية، وغيرهم، خلينا نرجع للحكي، أنا بقدر أحكي ليعمل لك بالمريخ، أنا بقول فيني أطلع على المريخ، بس بقدر ينفذ على الأرض، طيب، بالزمنات، قلوا من أمتين بيقولوا بضيفة أطلق أسد، هني ومعلمين معلمين، وهني والقطري، من قبله، طيب معلمهم كلهم، أساسي، فلتمن، كم مرة رمضان ورمضان، ويجي هذا البوء، تبع وليد جمبلات، بدون يروح على الأضحى، كم مرة؟ فيك تقول لي أنت كم مرة؟ أنت خيبت هذا، طيب لم؟ مئات المرات، عم بتقول لي لامت فائل، طيب أنا لما شوف بفوت الأخضر الإبراهيمي أول زيارة لألو بعتوه، عند الرئيس الأسد، عند الرئيس الأسد، وبيقول له بتعرف المعارضة، وصلوا على حدود المزة بدرية، بدنا نبدأ نشوف كيف بدنا نعمل اتصالات معك، ونحنا يعني صار يلمح له بقلة تهزيب، أنه كيف بدنا نضمن لك الأمن والسلام لألك، مشكل هكذا، وقف الرئيس الأسد، قال له الظاهر كنت أنا أخذ فكرة عنك أنك دبلوماسي مرتب، بس هاتك منك دبلوماسي، وقف له على البيب ودشر وقتلت ساعة، هلأ شو عنا؟ خد بس هيدا المنظرين، نعم، لذلك أنا مش بس متفاعل، وربحان، ومنها من هلأ؟ من هلأ، مع أنه أنا أقول لك، ما في قطر لمكافحة الإرهاب، أنا ما أقول أنه خلص، يعني ما في ملء زمنية، بس أعرف النتيجة لوضايحها، لا، هناك مؤشرات قدت إلى أن نحنا سيهزمون، سيهزمون، ومش بس سيهزمون، أنا أحل لك كلمة أكتر، ورح تمفكر أبطهم، ورح يضلوا بشار الأسد، قاعد فقراصهم، مش بس للجبار، أكتر من ست شهر؟ أنشاء بكرة، لا، ما كان يصلي بالجامعة الأموية، أخي، أردوغان، وبعد عنده هذا الأمل، اللي هلأ بتصريحه من شوية، أردوغان، بيقول أنه، إيران تدعم نظام سوريا حتى النهاية، ونحن ندعم المعارضة حتى النهاية، لإسقاط هذا النظام، بيشبهه واحد، كل ما يحكي شيء يخسر، ويربحه، ويربح خصمه، مثل سمير جاجل، كل ما يحكي، كل ما يربح خصمه، أردوغان، أنا عم بشرك، لن نربح، لأنه أردوغان عم يحكي، هو بكنيسة يا صوفيا، ما هيصلي، هلأ عملوها الجامعة محمد الفاتيح، بأيا صوفيا، ما هيصلي، بده يصلي بالجامعة الأموية، خلصنا بقى هذا الاستهلاك، هلأ بكرة عنده انتخابات، مظبوط، بكرة نتقى بناداء، بس الأخطر، وين عنده؟ كل اللي بعتهم على سوريا، عم يرجعوا لعنده، بكرة بدأت بلش الحرب بتركية، تذكر، وبدأت تلاقي المتفجرات بقلب الدوحة، لأنه رح يفلوا هولي الهريب، جبات الحمام دي، هلأ السعودية هي إلى واحدة، رح تشوف شو عم بيصير فيها، لذلك، هلأ متفائل، بس متفائل، متفائل، كل المؤشرات، كل المؤشرات، خلينا نرجع لبينا، هلأ متفوتني باللغة، نرجع للشيء السياسي، للقصة السياسية ببينا، ببينا، المنظر التشامل اللي أخدناه ببينا، فيه كلام عن وقف إطلاق نار مع تركيا، فيه اتفاق أن الإرهاب على أرض سوريا منتشر، يجب أن تتعاونوا جميعا على إيقاف التمويل، إيقاف التمويل، كان في حكي بعملية اللي ما ظهر بالإعلام، مراكز التطويع بالاتحاد الأوروبي، هذه أحد أهم المباحثات اللي صارت، مراكز التطويع، وأحد مراكزهم ببروكسل، اللي بيعملها، أبسأر بيجيبوا من أفريقيا، بيجيبوا متطوعين ليقاتلوا، بعض اللي هلأ؟ هلأ سكروها، عملوا لهم مدهامات، أعرف شو؟ فيه اتفاق على وقف التطويع لهؤلاء الإرهابين، لا، لا، بعدين من نهرة، أنا مراكزها، لأنه كان عم يشتغل بهذه القصص، ببروكسل، وقف التطويع، ووقف التمويل، هذه اللي اتفقوا علايا بالنباحثات الجنبية، والأهم، والأهم من كل هالشيء، الأهم من كل هالشيء، أنه، قبلنا، وهذه اللي فروف مراكة بآخر، 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 الكلام بالمؤتمر الصحفي، بعد ما كان كريحاك، ودمستورة عم يعمل، قولها دي مستورة، بيحب الإعلام كتير، لما كان في لبنان، بيعرفوا الإعلاميين، بيتطق حانا كتير، دي مستورة، آخر شيء، شو بيقول لهم، بيقول لهم، نحن مستعدين للحل السياسي في سوريا، قضاء على الإرهاب، قضاء تام، وبدنا المعارضة، أين الوفد الموحد المعارضة؟ صحيح. دعنا ننطر إذن، نرى مين الموحد المعارضة؟ فيينا، الليلة الثانية في فيينا، ما ستكون؟ بعد أسبوعين، وبعد أداء، طيب، المنطق اللي عم تحكي فيه بالسياسة، وبالبيان السياسي اللي صدر عن فيينا، إذا بنا نحاول نعكسه شوية على الميدان السوري، بالميدان منشوف أكيد أنه عاصفة السخوية الروسية، عاصفة السخوية التركة لأحد الجرائد، لا، لا، لا لا، في عاصفة حزن، مجرمين، السخوية بنا عاصفة، السخوية دعم روسي، دعم روسي، استراتيجي، مخطط، مش عاصفة، هولي، 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 اللي بيعملوا عواصف، عواصف تطلع فش تشفش، بشتو، بيرعدو، لا، السخوية مستمر بأعماله، السخوية مستمر بأعماله، بس على الأرض عم يكون فيه صعوبات، ما شفنا يمكن مشهد خناصر، وطريقة حلب، ورجع، يستردد، بعد، جمعوا بتاعتمانين قصة خناصر، الآن الناس، خناصر، 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 وقتريا، خناصر، وقتريا، خناصر، يا حبيبي، اللي صار بخناصر، في مجموعة، ما قدروا تهرب على العراق، حوالي خمس تلاف مقاتل من داعش، ومعهم مجموعات تانية، ما قدروا يهربوا على العراق، قاموا انحشروا، وين راحوا؟ عندما قصفوا، قاموا القصف على مراكزهم، هلأ، أتحدث عن المدانة، أعطيك التفاصيل، عندما قصفوا المراكز تبعهم، أريد أن يقوموا خرق باتجاه معين، قاموا، راحوا، خرقوا، محلات أنا أكد لك، أول شي فيها قوات دفاع وطنية، ومجموعات من مقاتلين عرب من كل أنحاء الأمة، وهي دولة يقاتلوا على الأرض السورية، وفيه معسكرات تانية، فاتوا أخذوا هذه المعسكرات لمدة ثلاثة أربع ساعات، ورجع الجيش السوري، عمل الـ وأسقط، ورجع استعاد الموضوع، تعرف، لكن هذه مجموعة خمس تلاف مقاتل، هي عملت الفرسان أولا، لمفرأ ألأ خبر عاجل من سوريا، الجيش سوريا يبدأ عملية عسكرية، لفتح طريق إثرياء خناصر في الريف علب، ويستعيد السيطرة على أربع نقاط، هذه معناتها خلصة، هذه معناتها خلصة، هذه معناتها خلصة، اللي عمل لك، لذلك، الواقع الميداني، دعونا نكون شوية دايقين، فيه، مبين، خطة استراتيجية الروسية، خطة استراتيجية عليها، على الأرض، فيه تركيز، قصف مراكز القيادي، لماذا هربوا القيادات؟ صحيح، استهدفوا، مصحون، مصحون، بعد، فيه كم مركز قيادي، وهلأ، مثلا، معلومات، فيه معدات كثير متطورة، متطورة، يعني حتى الاستخبارات الأمريكية، عم تستغرب، وقائد الناتو، عم يستغرب، إنه من وين هالروس، قدروا يوصلوا هالمستوى العالمية التقنية، فيه، أدوات، حرب إلكترونية، عم تستخدم بالساحة السورية للروس، متطورة جدا، عم تقدر تحدد، البقعة اللي بيكون فيها، قائد إرهابي، عم تضربه، نعم، عم تستهدفه، وبدأ، وبأسماء أصبحت معروفة، يعني بعد شوية، كما عم بيبين، بأنه عرفانين مثلا، الشيشاني، وين قاعد، والأمريكاني، هيدا المغنيين، الأمريكان الرابط، مبارك، غيره كمان، وفيه فرنساوية، وإنجليز، عرفانين كمان وعادين، وفيه ضباط، ضباط؟ فرنساوية، ومن الاستقبارات الفرنساوية، البريطانية، بعضهم محشورين بنقطة، برحياة كله ضربة، تسمع، وين بأي نقطة؟ ما بدك، مع داعش أو مع النصرة؟ تجيك واحدة عقابرة عاجلة مثل هذه، مع داعش أو مع النصرة؟ لا، مع النصرة، مع النصرة، مع النصرة، مع النصرة، صارت إنتاج أمريكاني، على داعش، كل العالم فاتت فيها، بس، على اختصاص النصرة، لا أكمل لك، لذلك، لذلك، القطة استراتيجية المبينة من خلال الشيء اللي عم نشوفه على الأرض، فيه هجومات تعامدية باتجاه خط الحدود التركي، نعم، يعني هلأ، الجيش السوري عم يخرج، مثلا، بريف اللادية، حسمت المعارك، وتوصلوا على الخط، نعم، المعركة الأساسية هلأ، اللي بدك تسمع فيها، تلبس، هيد الأساس، ليوصلوا على الخط، باتجاه الخط التركي، حلب كمان، باتجاه الخط التركي، كله هلأ، الهجومات اللي عم بتشوفها على الساحة، إذا بتضوّل القريطة على السطلات، بتلاقي كل الهجومات هي هجومات عمودية للوصول إلى تسكير الخط التركي، بس بالمقابل، واشنطن، واشنطن عم تاخد إجراءات، يعني بدأت بعت هلأ، عشرين أو ثلاثين شخص من قوات العمليات الخاصة لسوريا، ثلاثة دقائي، إذا بدأوا يفوتوا بالمعركة، هذه بالزمانات، بالزمانات، هدد ريجن بدأوا يبعت على لبنان الرمبو، لما قطفت طيارة الـ TWA، إذا مذكر، طلعوا له واحد، طلعوا له واحد، ما بعرف ما مذكر، قالوا، إذا كتبعت رمبو، رح يبعتوا لك إيه همبرجر، خلصنا بقى، ساعة بيقولوا عاصفة طاو، ساعة بيقولوا عاصفة ما بعرف شو، ساعة عشرين واحد، قوات خاصة، لا، لا، مهن التحالف، ماذا عم يضرب بسوريا؟ مش التحالف في الغربة، صار عامل 3500 طلعة، وقاصف، ماذا ضرب؟ حفرتان بترول، القوات الخاصة، تعرف اللي بعثين عنهم، عندهم جواسيس، وعندهم عملية، اللي قالوا بداعش، ويقاتلوها، ما هيك صار، بني قتلوهم، يخطفون، تبلاك، ثلاثة عمليات، اللي صاروا، قوات خاصة بالقبل، صحيح، مين استهدفوا، استهدفوا، المسؤول المالي، اللي بيعرف مين عم يدعم داعش، مظبوط أو لا، مظبوط، وخطفوا له، مرته على، الهاتف المتحدة الأمريكية، وقتلوا اثنان، تبين فيما بعد، أحد الخبراء، مش الخبراء، أحد الضباط المخابرات الأمريكية، قال هؤلاء اثنان، تبقوا لداعش، القيادات، هؤلاء كانوا عملاء للـ CIA، يعني عم يصفقوا، عم يصفقوا، وهؤلاء العشرين، ثلاثين، بيعطوهن، بيعطوهن المعلومات لك، وهذا بيقول أنه عم يشتل معكم، بيعطوهن، عم يدحكوا، وإذا عال، أنا منيح، مثل ما عميلك، هؤلاء الطبالجي والزمراجي اللي عنا، واللي بسوريا المعارضة، المبسوطين، عشرين واحد، التلفزيون المستقبل اليوم، حطيت خبر عاجل، وإنه هؤلاء اللي حيرجعوا، يسقطوا بشار الأسد، إذا بعضهم يتقلوا على الأشياء منيحة، كرميلة، يغرقوا أكثر، متكليم أن السعودية، وتركيا، وقطر، بدون يفتحوا المخازن لما يسمى بالمعارضة المعارضة، بعد فيه، أساساً ما عندهم إياه، شو هو؟ اللي بدل لازم هلأ ليقلب الواطع العسكري، بسلاح النور، ايه، هيدا مانو موجود عندهم، هل هناك سلاح بسوريا مستخدم؟ ماذا بكم؟ قالوا أنه ستنجر، فيه أهم ستنجر، ما كله مع المعارضة كان، مين هالكذبة؟ بعدين أزبعته، من بده يقويس؟ ما نزلوا هيدا كل مرة، تزدتوا الأمريكان، أسلحة، وين أخو؟ لك هالخبرية هلأ، لا يستخدمها عرب وأكراد، عرب، معارضة العرب، ما كان بيقول الدول السينية، لك وانصرنا، وهي القطعت، وبينا، ما كان بيقول دول السينية، بيفوت الدول السينية، بيقول دولة العلمانية، الدولة العلمانية، ما أقول دولة البعث، دولة فكر القوم العربي بسوريا، غصباً عن رأبتكم، غصباً عن رأبتكم، لأختم ملف السوري، المفوت بالفاصل، لافت أن هذا الأسبوع، في كثير تداخل لبناني بسوريا، ابنه لعمر بكر فستو، قتل مع داعش، زباية مرته كمان، في كثير لبنانية هناك، هذه لعبة تلفزيونياتنا، وإعلامنا، شو بدك فيها؟ بس لفت أن فيها القط حضور لبنانية، يعني عيلا، عم بتكون هناك، عم بتركز، هذا تقحنك، الحوار عندنا، الخبريات اللبنانية، شو بدك فيها؟ عمار فستو، عمار فستو، الخبريات، من هالقرطة هالي؟ بس، رواد، خلينا على المستقبل، رح نرجع بعد الفاصل، أنا بحبتك، أنا بحبتك، خلي غير مؤسسات أعلمية، تمبسط فيها الخبريات، رح نرجع بعد الفاصل، نتبع معك عميد، وبالملفات اللبنانية، هالمرة، وملف دسم، رح نقعد المشاهدين فيه، هو الأمير السعودي، والكابتاجون، فاصل، ونعود للمتابعة، عودة للمتابعة في حوار اليوم، مع ضيفنا العميد مصطفى حمدان، أمين الهيئة القيادية، في حركة المصريين المستقلين، المرابطون، من كرة رحيب فيك، نكون صراحين بعدك، نعم تحكي بنفس الوتيرة التصعدية، مع أن توقعتك تكون مخفف اللهجة، تكون خفت، خفت من شواء، لأنه صدر فيك حكم قضائبي هالأسبوع، بمين؟ أصدرت محكمة المضوعات في بيروت، حكماً في دعوة الحق العام ضد العميد المتقاعد مصطفى حمدان، بجرم القضح والزنب الرئيس السابق موشيل سليمان، خلال ولايته عام 2013، في مقابلة عبر الـ OTV، ضمن برنامج حوار اليوم بـ 39-2013، وقدر الحكم بتغريمه ستة ملايين ليلة، الحلقة كانت معي، يا بلاش، هو بقد حجمه لـ لا إذا موشيل سليمان، لك، بدك دعوة تاني شكلاً، لا لا لا، لك، أنا من العشرة مليون بليش خاف، ستة مليون، معنى أنت مش قبضينه، اللي يحكموا عليه، مش قبضينه، يروح، هذا بده محكمة، هذا ويطلع على الحبس، هذا لو في بلد، بيضلوا قاعد بهذا، هذا أول واحد أن نكون بالسجن، بعدة أمور، مش هل سمع؟ لكن، ما بنا نكررون، صرنا حاكين كثير، مع أنه في أشياء مخفية كمان ما حكيناها، مثل شو؟ حكموا، أفشل حكم، بالرأي العام، زيروا مقعب، هلأ يخيانا عم بتحدى، يروح، يجيب لأي وكالة هذه، أحصاء، هو اللي بيحبها، ويعمل أحصاء، إذا بيأخذ أكثر من سفر مقعب، تعييد من الشعب اللبناني، أكيد، لما كل يوم، قاله، بيتصل بفلان، برئيس، برئيس معين، وبيتصل بكل جمعة، حاطة ليستة، مثل كيف النواب عنا بيمرقوا على العزوات، والعراس، هو عامل هكذا، حاطة ليستة، ساعة بيتصل بهولند، ساعة بيتصل بما بعرف مين، ساعة بيتصل بلرئيس عربي، ساعة بهدم علمه، موظف بالسفارة السعودية، كان يناولوا، أعرفت هكذا، كله هكذا، يناولوا، يناولوا، أنا أقول لك، خلينا، صحيح الله يرحمه، ومش الله يرحمه، يعني، ما حابسين له يالك، تواجر حبيب قلبه اللي كان، بالمقتصر، أدار، شذوذ سياسي، وفساد، وشذوذ فساد، وصنا، حلا، 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 جبتني على ميش اسلامان بالأولاد، لا، هنو الدعوة، هلأ، هلأ، على عشرة مليون بتخوفني، طلعوا هن القضاء اللي حكمو، مسترخصينو، بسوقة برخوصة، بدي بياء، بدي، بست ليرات حقه، شرق، الله يسرك، من دعوة تانية، لكن، أنتقل إلى موضوع، هز البلد، من الثانين لليوم، هو الأمير السعودي، الكابتاجون، الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز، أو عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن بن عبد العزيز، بهاي القضية، فيه مغلطات كثيرة، أول شيء، أنا اللي عم بعطي أخبار، ولا أنا مستعد لن أعطي أخبار، ولا عم بستبق التحقيق، أنا عم بحكي من خلال اللي قريته، واللي بعرفه، مشان هيك أخبار ومعلومات، وهذا أنا ما دخلني بهذا كل التحقيق اللي عم يجري بلبنان، ما دخلني، وبيشو دخلك؟ وإذا بينترك، حتى نحكي، وإذا بينترك، ما بقى في بلد، ليه؟ بدون ينزلوا، أنا عم إلا، مع أنه أنا ضد هالشيء، أين؟ بدون ينزلوا، كمان عصوق أبو رخوصة، برياض الصلاح، هدا قريدة بالفيسبوك، بدون ينزلوا يبيعوا حبوب، في غير حبة، غير الكابتاجون، أقوى، مع أنه أنا ضد، أين؟ وحرام، بس، لما بدك تترك واحد من هالنوع، بهالمستوى، أكيد بدك تسمح، إذا تركوكم، ما زنبا، بني يعلنوها، بني يعدوا، بني يعدوا، بني يعدوا قدام برياض الصلاح، تحت التمثال، ويبيعوا، هذه المبارة، في واحد، زنطاكس، مدرشوه فيها، بس، إذا تركوه، بيكون لأنه، من متورد، بيكون الحق على المرافقين، أصناع، رواد، خلينا نحكي على الجد، نرجع، هذه المرة نائها، نرجع على الجد، أول شي، لحد هلأ بعد الرئيب أول، اللي بالمطار، واللي نحن مش بس من نوجه له إيديه، من نوجه له التحيي، من بس له إيديه، نعم، أنه كماشا الله، من بس له إيديه، لهذا الرئيب أول، وإذا كانت الخطة أكبر من الرئيب أول، يعني مراقبة، هذا كمان من بس له إيديه، ونتواجه بالتحيي، وبدون أن أنا لعم حمص ولا شي، لم أعرفه لا، كمان للقاضي داني الشربي، هذا قاضي مهم جدا، أنا مش عم حمص، ولكن، لا تخيل ما الأفضل عند القاضي سامير حمون، شو بدي فيه، أنا عم بحكي لو داني الشربي، خير، أنا عم بحكي، أنا أدي له التحيي لداني الشربي، هذا نوع القضاة اللي بدنا إيهم بلبنان، طيب، خلينا نقول، أول شي، هذا الرئيب أول، لازم يشوفوا الرئيس الإسلام، تحكي أنت 250 مليون دولار، طنين، لازم الرئيس الإسلام يجيبوا، مثل ما كان بزمنات ما يكشف، جرائم مهمة، ويكشفوا، ويستقبلوا الرئيس الجمهورية، ويهنيهم، هذه أهم جريمة، لازم يجيبوا، المرتكب أمير السعودية، يعني ما كثير في استقبل، بباركين، لا، شو خص الرئيس الإسلام بالأمير السعودية، شو، هو سعودة، أو بيقبض من السعودية، الرئيس الإسلام، لا، عاب، ما فيك تواجه له هكذا، أنا عم بسألك، لا، أنا عم برد عليك، رئيس الإسلام، لازم يجيب الرئيب أول، يعملوا له ترقاية إلى رتبة معاون، وأنا برأيي إلى ملازم، أرشتوه، ويهني، وبعدين أنت ما بتعرف بالقوانين، بفتكر هيك، أنا كنت هيك أفهم، لأنه اللي بيلقطت تهريبة، بيطلع له يمكن 2.5 بالمية، يعني على قليل، لازم يعطوه 250 ألف دولار لهذا الشاب، الأبضاء اللي كما شايدة التهريبة، بالإضافة لهذا، لازم الملك سلمان، ومحمد بن نايف، يستقبلوا له، يعطوه حجة، أو عمرة، ما أعرف إذا مسلم أو مسيح، إذا كان مسلم يعطوه عمرة ملوكية أو حجة ملوكية، ويستقبلوه، وكمان يعطوه، كيف قوله، أنه إذا كان الكبتاجون، هذا الطنان، رايحين ليدوغ أهل السعودية، كمان كارثة، بس بالوقت، تحكي بهذا المنطقة، لكن هناك منطقة، أريد السفارة السعودية تضغط، دعني أخبرك إلى المنطقة الثانية، دعني أخبرك الأوادم، ماذا يفعلون؟ الزعران، لا أخبرك، ماذا يفعلون؟ الأوادم، هكذا يفعلون، الزعران، ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ إلى كل العالم، يدار منقبل، لا أعرف إذا داعش أو حدا تاني، بمنبج، بس تحت هذه المعارضة، لا أعرف ما أطلق المحتدل، المعارضة مسلحة، داعش، لا أعرف، بمنبج، هذا السنآن، قال هذا المصدر، ينتج ملايين لحبوب بالنهار، نعم، وهذا اللي عم بيوزع على كل العالم، وصار فيه معركة، حدو، اشتباكات، مين بدو ياخدو، مين ياخدو، هادي، أنا ماضي أخني، رجعوا لأفلام السنآن، إذن، مصدر الكبتاجون، هو، منبج، بمنطقة، الذي يسيطر عليها، الإرهاب والتخريب، نعم، تأتي، مفتوح الطريق، باتجاه لبنان لحدود لبنانية، لا أستطيع أن أسمع، لأمانطقة أو ضائعة، لا أعرف، لكن هناك مثالك، مرأ فيهم، الطنان من سوريا، مين هون؟ جابهم، هذا السؤال كمان، هذا السؤال، أكيد، هذا ضمن التحية، أساسي، هذا، شينفاف، فين شامن، ممحانو، سينيا، هذا، لكن هناك ممر، أكيد، يجب أن ينكشف، ممحانو، ممحانو، لا أعرف، لا أعرف، لا يقال، أنا أعطي معلومات، أنا أسألت، بحسب المنطق، لا أعطي المنطقة، هل تتكلم؟ أي محمل ممحانو، لا يجب أن يكون محمل، أمنيا؟ لا أعرف، أنا لا أريد أن أتفوتني هنا، أنا أقول، المثار، وصلوا على المطار، وامتين نهار احد انه الشبيبه كله نايمه الشبيبه كله نايمه هلق هاني في لبنان لازم يصير فيه تحقيق جدي يعني هلق وان القصة الاهم اذا السعودية فعلا انت هو وان الناس اللي عملك مغلطات ما هي دولي مش جايين على لبنان هول ضاهرين من لبنان لو اين رايحين احايل مفروض احايل شوفي بحايل شوفي حايل اللي ما بيعرف مركز اساسي للاستخبارات الامريكية لتصدير بشكل غير شرعي المخدرات الى الشرق الاقصى على مجتمعات الصين والهن لضرب هذه المجتمعات بصورة استخباراتيا واكتر الصين انت اداعم تحكي طنان صحيح طنان يعني اذا طنان بدنا يستحلكون على السعودية يعني ما لازم واحد ما لازم ناخد كلمة منه ان الجماعة كلها كلها محششة ومقدرة طنان هولي مش جايين لسوق محلي نعم تبقى الناس لازم تبقى معاك وهيدا مش اخبار لا تاخدوا اخبار ولا عايزكم بس بالمنطق هايدي الموضوع بهالطريق لازم بطلت قصة انه لبنان وضغط امير السعودة وما بعرف مين غطى هايدي بدى لجنة تحقيق دولية بدى لجنة تحقيق دولية الامم المتحدة عندها مصلحة وجهاز خاص لمكافحة المخدرات غير بس هايدي اختيال شعب بس هايدي اختيال شعب بدى لجنة تحقيق دولية بس مذاكين ومنبج بحلب لما راحوا على تركيا ومن هناك عصاودي ايه كانت اضمن ما يخضعوا أنا ما تفوتني بالمسارات انا انا اضخط وهذا مش اخبار هيدا التحليل اني يقولوا اتهام سياسي انا اعملكون تحليل نعم بس الاساس لازم يكون في لجنة تحقيق دولية سريعة في استخبارات أمريكية وأمير سعودي لا بجوز عم تعمل لك تعرف انت السياي اي امرار بتعمل ايش كتير بدون قبر علم الدولة يعني لا بس سؤال اذا هل قد عم مستوى عالي اذا عم مستوى عالي معقولة تنكشف في لبنان بها السهولة بدون رفع غطاء ولا 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 زقاصة الرئيس الحرير اللي يجي تحيي تقول له الا ست سبع سنين ما بقى تسه سنين عانش سنين ما نكشف بس ان المهم لازم ليجي تحيي دولي لا لا انا عم لك بلبنان اذا عالعملية عم تصير على هيدا المستوى الرفيع امير سعودي واستخبارات امريكية انا هو عم بحكي مع انا عم بحكي ما عم بحكي عن اللبنان ايه معنا قلت لك وارد بلبنان يفضحوه يوقفوه كان مش يتلقصة عملك باناليش التحية الدولية لازم الناس بلش طالب طيب هلأ بالتحيات اللي عم بتصير بالبنان شو عم بصير عندك فكرة بل يضلوا الامير السعودي باقي هون بالبنان وفي ضغوطات من السفارة السعودية او لا ما باعلم ما بدي يفوت بها في اسم امير تاني طرح معه او لا ما باعلم ما باعلم ما باعلم ما باعلم بس ما ام تابع التحية بالبنان انا انت بعد كيف بدي تخلص السعودي من هيدا الموضوع هي الموضوع بيقتل الشعب السعودي طنان لع بالعالي بنعرف انه كل محده من العائلة المالكة بالسعودية بيرتكب اي مخالفة أو جريمة بالدول من أمريكا للندن لغيرها يطلق مظبوط بلقوله مخرج باللبنان لازم تكون أسهلهم تقدير المخرج هلأ معركش شوي لا ما عملك معركش فيه فيه معطيات معركشتها شوي وبدوا ينتبهوا كتير ما بدهم يخربوا البلد والله لتلاقي اللهب طالع من الرومي هؤلاء بيعين الحشيش اللي عاديين فاق لتلاقي مولعين الفرش تبعهم وبدوا نعاشوا تلاف فهد من هؤلاء الفهود لإطلع لفاق لتلاقي تجار الحشيشي في لبنان كله على الطرقات ماشي وأهلهم بس أنا عمقول بالمنطق لازم السعودية كيف قوه طنان 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 كابتاجون هي نص حبة تطوش كيف إذا طنان حسب ما بيقوله لا ينتبهوا ينتبهوا كتير بس أنا متل ما عمقلك المسار القصة أبعد القصة أبعد إلا إذا الاستخبارات الأمريكية بتعمل نفع أنه نحن ما دخلنا بحايل هكا هني عم بيطلق سعودية عم بيطلق عم بيطلق عم بيطلق على هكذا الخبر إيه أنه الحايل بعض وسائل الأعلام على مواقع الإلكترونية عم بيقولوا أنه بحايل لمسيطر الاستخبارات على تجارة المخدرات بقلب حايل استخبارات الأمريكية وبيوزع على الصين ليضربوا المجتمع الصيني طيب من هذا الموضوع النفايات الأخلاقية إلى النفايات القميمية إذا فينا نسميها شكله راح يلاقوا حل نفايات المذاهب حل مين مجلس وزراءات حل يحلهم وتحلهم كلهم سوا ويحلوا عننا معاب معاب تقول تقول مطمر مطمر زبالة في كل شيء للنجاسة تقول مطمر الشيعة ومطمر سنة ومطمر مسيحة ومطمر ما بعرف شو بعد بس كان طايفة 17 لازم كل طايفة وفي ناس ألا أنا عاجبين الأرمال يقرب لهون بطيق القتلة هل أنت راحكون عندكم مشكل بالمرابطون لا محسومين على السنة بالطائفية وبالسياسة على 8 أدار عيفني من 8 أدار خلي 8 أدار محور بالمقاوم مثل 14 أدار 8 أدار بيقبلوا الزبالة طبعا الصادرة رؤوا مصخرة المقاومة أسمى من كل شيء هذه المقاومة مقاومة مخصة مدخلة بلعبة السياسة وبالسرك اللبناني هذه مقاومة غير وضع بس الزعبرات المزاهب والطلايف وهلا في منهم ما دخل بس يقولوا 8 أدار أو بس يقولوا مثلا أنه انتبه في تفريق كتير بين قصة محور المقاومة والمقاومة بالتحديد نعم هذه المقاومة التي نحن رأي في عسلنا رأسنا مختلف تماما عن لعبة 8 أدار وخبريات الحوار وخبريات مين بيحاور مين وبين بيطلع منهم خلينا خلينا بالنفايات بالنفايات أول شيء ما في حل كذبين ما رايحين على مجلس البوزر بدون يكرروا أنا بتواجه بالتحية لأهل عقار رأبتهم بدون يفقولون يا أهل عقار بس رح تمشي بالسياسة رح تمشي أهل عقار المسلم والسنة والشيعة والعربي أول ظاهرة شعبية متماسكة رح يكون ضد هؤلاء الإزبالير هي أهل عقار بس إذا في غطن سعد الحريرة وفي أرار حكومة والقوى الأمنية ستشرف أول شيء أنا بجعب لله سعد أفندي أو حفظ الشيخ سعم تفضل عباة الوسط بس أنا في ناس عم ينصحوه نتمني قدار ترجع عباة الوسط وأنا بقول لك رجع لأ بس انتبه في حدا عم يعمل لك فخ أنك ترجع تقعد باة الوسط وتصير المظاهرات بلا ما تكون على ساحة النجمة وعلى رياض الصلح تصير كل المظاهرات ضد الفساد وان ببيت الوسط نعم أنا بالأول كنت أدعيك للرجع هلأ عم قل لك فكر مئة مرة في ناس عم يبعطو لك رسائل من 8 ومن 14 درسل نعم ما بدك يرجع يعني هلأ لا أنا كنت بدي يرجع هلأ عم حس أنه في حدا ما بده يجيب ولا يقعد ببيت الوسط لتصير كل الزبال اللي بدأت تنكب تنكب ببيت الوسط مش على ساحة رياض الصلح ولا بساحة النجمة أنا هلأ عم بنصح أنا عم بنصح انتبه ارجع أنا بدي يرجع لي يضب القصة بريع مين ببون سعد الحرير كيف عمين على 8% بالشرع السني 80% بالشرع السني بالزبالة أهل برجة ما كتبوا على الشحناب وأهل عكار شو عم بيقولوا وأهل الأقليم وأهل اللي بقاء الغربة هايدي قصة الزبالة ما دخل سعد الحرير فيها هايدي الزبالة هايدي إذا الزبالة المصاري اللي بدون يسرقوها هايدي ما دخل بقى سعد الحرير بيمون ولا بيمون لو بدون يمون لا ممان من الأول لا ممان من الأول صحيح والإقطاع الكبير والجملات مين عنده قصة الناعمة أنه ما يفتح كتن سابعاتيين لا بيسترجع يفتحها بيسترجع يفتحها بسبلين شو عم بيقوله بسبلين بسبلين حملوا عليها سلاح لمعلوماتها لكن لما إجاء بدوا يتمطع بسبلين رفع عليها سلاح مين بدوا يسترجع يلعب مع الناس بصحة وبحياتهم الحال الموجود أنا عم أقول لهم هايدي روحوا وفوتوا على الإنترنت في شاحنات بتعمل ريسايكلينج وبروستي نعم بسواد مدربة ناروج حق الوحدي مليون ونص يورو اشتروا عشرين خمسة وعشرين بتصرف يمكن بحدود الخمسين طنب النهار يمكن هايدي الشاحنة روح يجيبوها في خمسين مليون يورو بدل ما تسرقوهن وتكبوهم بالطرقات روح يجيبو يجيبو بس ما فيه مصاري ما بدون اقتراح على رواد اقتراح والله مش عملوا صندوق ما حدا رحيت سمعوا رياض سلام يش يحكي نعم مش شايف كن يعني ما بقى فيه سيول ما بقى فيه السرقة تبعكن وقفت كنتوا تسرق النص وطلبش القصة بالنص هلأ خلصت روح وفتحوا صندوق وطني بالبنك المركزي مش لنقول ردوا اللي اسرقتون انتو وولادكن واخواتكن واصهرتكن ولاد عماتكن وعمونكن والأخوات واصهرت الأخوات واللي بدكن هؤل كل الحرامين نحن ما بنا نقول هذا نحن بدنا نقول هذا السندوق اذا بتريده صندوق وطني سموه حتى كمان نعطيكم ايمين برعوا انتو لأنه ما هيجي الوليد بنطل يتبرع لكم مش فضيلكم هلا وراح تيجي السودية تحط لكم بهذا السندوق الوطني اتبرعوا انتو من المصريات وما حنقلكم المصريات اللي سرقتوها من الناس برعوا بهذا السندوق اعملو لكم خمسمائة مليون يورو قدرانين هقل لواحد بيقدر يتبرع بمئة مليون يورو من الولاد الولاد تب تشوف الأحفاد هلأ شو ضارب السرقة فيهم الأحفاد مثل مين يعني كلهم كلهم طبقة الحاكم هايضالي تبقول المطامر السنية شيعية مسيحية درزة ما بعرف كمان اذا مندخل بقية الفئة هايدي كلها كلها ردوا المصريات او مبنى ردوا المصريات تتبرعوا تجعوا للعالم لتحملوا تجيبوا تجيبوا مصاري شوي سيولي للدولة بعدين يالي في فضيحة في فضيحة انا ضابط متقاعي نعم في فضيحة بشو يسترجي وزير او رئيس وزارة يقول انا ما بدي ادفع رواتب للمواصفين بدنا نحكي في الموضوع الشكلة حلت اليوم الصباح هي حلت لمولنا لمي قال لمه لمي لاللي قاعد بارسال لمه لمي للعسكر اللي قاعد بمرون الراس لمه لمي مع الخبر كان ممكن ينزل الميليئ معاشو العسكر ما عمي عم تلعبوا انتو لمي نحن انتو قاعدين بقصور انتو جيتوا من لشاي عملتوا قصور وقاعدين فيها انتو وولادكم وحيالكم والكذبين انتو عم تهددوا العسكري بمعاشو كرمال كذبكم ما بدون يخرق الدستور لانتو كيف قاعدين بالدولة انتو لا شرعيين ولا دستوريين الشرع الوحيد هو الجيش اللبناني والقوة العمنية هال الشرعيين وكلهم ضدكم يا حرامية ويا لصوص بس لانه في انضباط وفي اخلاق عند الجيش بعدهم طول باله عليكم زعران علزمولنا لمة لمة للضباط وهن عاديين بالأسور وما بيقبلوا الولائم يعزموا على الولائم هادي مش مش قمة هادي بس بدون ينتبهوا بدون ينتبهوا هذا الجيش ما هدا يلعب معه وهادي القوة الأمنيين ما هدا يلعب معه ساكتين عليكم بس انتبهوا نحن ملنش حدين انتو خرقتوا الدستور روحوا اصحوا شهر الجاي تقولوا ما فيه مصاري للرواتب اصحوا تذكروا يمكن الناس نسيت مثل ما قال اللواء سيد مضبوط ينزل الجيش يطوق الجيش المركز هذا ملك الشعب مش ملك حدا عامل بيانه عصيانه عصيانه وانقلاب عصيانه لكن هذا العميد والعقيد والنقاب والملازم والعريف والجند اللي قاعد فوق وبدوا يطعم مرته ما عنده اكل تاكل تارك ولاده وعائلته بعقار وبالبقاع وببيروت وببقاة المناطق بيقول له انا ما فينا اعطيك مصاري انت عم تتحارب الارهاب يمكن ما قادر حكمك اذا متت ميليشيان احنا هذا منطق ميليشيوي هذا منطق زعران مشان هك الازعر بده زعران نحن بالزمنات زعران فقد السانيورة نعم بالزمنات اوائل التسعينات لما كان الجيش رجع ينبنى تلفظت السكرتيرا تبعته اهانة الجيش قالوا هولي ضباط الشيروكي كانوا جايبين جبات لهذا قالوا هادي ضباط الشيروكي لأحد الضباط نزل العميد انتوان طانو كان مؤدم قائد فوش تدخل طلع بدنا تجيبها على المحكمة لان اهانة الجيش وهرب يوم التسانيورة من كراج نزلوه بالكراج راح بالتاكسي هرب على اصر راتي هدي بالتسعينات كان وزير مال يعني هو اه كان وزير مال لما كان عم يسرق عرفت كيف هذا المعلم الحرامي بالبلد قصحوا تلعبوا مع الجيش قصحوا تلعبوا مع الجيش مش خط احمر خط احمر قد لبنان وخط عملت لان جرافاتك نيلي على على بنفسج قصحوا تلعبوا اه اصحوا تفكر حدا رح يسكتكم بالجيش اذا اذا ضقيتوا بقرش من مصرياتنا زعراع خلا نشوف هذا الملف كيف رح يتفاعل بالمحل النفايات خبرك شغلي يلا لانواق انتهوا بعد احكي بالشق الامن كمان ضيعة شوية بالزمنات لتشوف كيف هذه البلد بعدها نفسها مثل ما هي بالزمنات احد ما جالس له هذه مسجلة لانه تعرف كانوا يسجلوا التفق الرئيس الحود والرئيس الحريري الله يرحم يسجلوا بالتسجيل يعني بالصوت يسجلوا المحضر الجلسة وهي مسجلة بالصوت مش انه حكي عم بحكي على شو صار بالزمنات اجل الرئيس فتو عجل كان رئيس حريري والدولة الرئيس عيسان فارس والرئيس الحود قاعدين بيقوم بيوقف مروان احمادي بيطلب الحكي بيقول من خار المدلس الوزراء انا بدي اذا بتريده مليون دولار للزيتون دعم يرش يوم انتا لانه هو بنرش عليه مروان الحمادي قال يرش مليون دولار مشان زراعة الزيتون اما قال له السانيورة ضغري عندي مليون بيقوم شو اسمه علي حسن خليل معالي الوزير علي حسن خليل بيقول انا بدي مليون للتنبك صار مليون درزة ومليون شعي مين اللي بياخد يعني هكي بيقول طالما فيه ملايين مذهبية وطائفية من هذا بنط جان ويار داح بيقول انا بدي مليون للتفاح بيقوم السانيورة بيقول ما عندي اف ما عندي عرفت كيف الرئيس الحود لما قال له هليك ايه وهيدا ايه ومع انه مخارج اطار التصنيف الطائف في الرئيس الحود بفكره طلع هكي بالرئيس الحريري فهم الرئيس الحريري قال اه مهلا اه لرئيس الحود سانيورة كان معلم قال سانيورة مليون كمان لجون لوي للتفاح رئيس الحود صار يضحك طلع فيه الحريري قال طيب هولي مليون درزي ومليون شيع ومليون مسيح مسيح انتو السنة صار يضحك رئيس الحريري قال السانيورة عنده سوكلين همسجلي بالصوت قال السانيورة عنده سوكلين هاي من الامتين كمان بالألفين يعني عم نحكي الفين واثنين وثلاثة هذا البلد هذا البلد هايدي المدرسة تتسرق والحرامية والفساد مشان هاك عاب بس انا عمل لك مطي حل زبالي بكرة زبالي بده فكريني عم نضخم روح وسأله الحكمة والدكاترة أنا حكيم قال لي حكيم من اشهر الحكمة بالبكتيريا صحية معروفة معروفة صار لا مش معروفة انه بكرة اذا متله عشر جرادين اذا متله عشر جرادين عشي مسبلة فور عم بحذر منه اذا متله شي عشر هاي هو لانه ما فيه اشتر منه بتطجطجت الحكي هو معلمينه وخلصنا منه اذا تحكينا فيه واء الوهبي هيدا الموضوع إذا ما تلو عشر جردين بالزبالة وتمثلت براغية البلد بدون ينشر الطعون هيدا مش تطخيم وما في حالة زبالة إلا أزارته المصريات اللي سرقوهم من خارج الوقت المحدد للحلقة وبشكل سريع أمنيا كل يوم عم نسمع توطيفات من داعش والنصرة عم نحكي وعم نقرب هذا الحامل لبنان عم نقرب الصحف كل يوم في مخططات إرهابية واحتمال اغتيالات واشتباكات وخلايا رايحين على انفجار أمني أو لا دعا لا مضبوط الوضع في الكبار يعني حزب الله القولات المتحدة الأمريكية الكبار في مصالح يعني مصالح غير مباشرة بتهدي الوضع بس قبل حتى أهدي كل ياريت هلأ رح وزعهم بالطرقات بيانات بيان فيينا تسعة رح نوزعهم نحن المرابطون هلأ بالسيارات ورح ابعت للمسؤولين السياسيين ورح ابعت لسامير جعجع واحدة يقرابي تماعهم لأن كان مهددوا لبوتين و الله يشفيه لمين يا سامير جعجع من شو من كل مرض بيكون بضيوق أعفي أو سياط عفي أو أعفي الله يشفيه ما دعو سامير جعجع الله يشفيك وبعط لك هدية إن شاء الله تتقبلوها عبيب مش مش متفجرة ورقة فيها فيينا أراها منيح لأنه كان آيلا ما كان للأسد دعو كان بها ديت بوتين أي أسد أقلو مظبوط لبوتين وقت بلشت مش حايفة للأسد الله يشفيه لأنه ما منحب الضرع للعالم وقتنا انتهى شكرا لك العميد مصطفى حمدين أمين الهيئة القيادية في حركة النصريين المستقلين المرابطون على هذه الحلقة مثل ما قالنا بهالأسبوع كان أول حكم عليك ضد ميشيل استعمال ما بعرف كم قط حوزام رح يطلع بهذا الحلقة تذكرني بهذا يعني خلي الواحد يطلع بنفسية مرتاحة مش بنفسية شاذة غير غير مرضية يعني بتأرف شكرا لألك على كل مشاهدين خاصة بالأوتوفي يعني نحن منبسط بالأوتوفي منحس حالنا هناك في شوية نقاوة وطهارة وبيض شكرا لألك شكرا للمتابعين يلي شاهدوا هذه الحلقة وعلى أمل اللقاء في موعيد أخرى ضمن حوار اليوم شكرا للمشاهدة